كلمتان ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سلام عليكم مشاهدين الكرام مرحبا بكم في ذوق بنا نتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية نشكركم بزاف على التحقكم بالقناة واختياركم لها جزاكم الله خير مرحبا بكم خياتي بواجع عندي في الثلاجة يعني خضرات اللي بقى تاعة نهاية الأسبوع راح نحضر لكم وجبة وصلطة هذه الخضرات اللي عندي زوج حبة بدنجاش وطماطيش عندي أيضا حبة بصل حبة بطاطا وعندي أيضا سنينة تنتعى الثوم تفضلوا معي راح نحضر لكم وجبة راح نحضر لكم تكتوكا وراح نحضروا أيضا سلطة نبدو نقول خضرات تعنا خياتي أول حاجة نقول خضرات تعالى سلطة سلطة تحت نجال راح نفوره البنت، وهذا السلطة تحت راح جيدا ويحدث بتنين كما تعرفوا خياتي تحت أكسد يعني يقحان نحطوه في الماء والملح، في هذا الطبس يحطيت الماء وحطيت شوية لتحت الملح كما تظهرين نضيفها في البدنجال نقص فضلك الثوم ننقر الفضاء نضيفه على النار و نضيفه الملح نضيف الخضراء في المقلة نلقي الخضراء موضوع 5 مغرف نقوم بتقرير مورك نضيف البرمج تمر رائع الى وجبات صيفية ضغطت وضع جسكوك وضع ملحة رجل شجاجنة واللدف بالصفصف وضعها وصفتهم مشكلة مع sust هذه نبقتي دخلوها لماكذافة تكشوكها لبنت لا يوجد قولاج ويأكلوها كما نعرف خطرات الأطفال لا يبغش يأكلوها الخوضر بحية البسيطة نقدر نوكلوهم لهم لبنت لحنا البنت بعد قطعنا كورجات والبطاطا نحطوها في المقلع على نار هادية ونجعلوهم يتقلب نزيد قطع البصل وطماطيش لبنت هذه الطريقة تتنقلكم بسهولة كما ترى خياتي كتدبيره نقشر كامل الطماطيش ونقضعها لبنت كورجات والبطاطا يتقلون في الزيت ندمج الطياب نقلون بشكل طياب وضع أنظروا البطاطا مع كورجات خياتي سوفق البطاطا لجوء ملح لديهم تقلل من هذا البطاطا كورجات خياتي أحتيز بل مليحة مع البطاطا و القرعة خطر على خطر سلطة سلطة فارة نضع بطبس نضع خياتي نضع خل نضع خل للتتبيل بذوق ليمون نضع خل لبنة نضع تتبيل المعدنوس كفكرة جديدة سلطة فارة الملح نضع ملح أخر قرار سلطة حباطي صغيرة نضع طماطيش صغيرة نضع برد قليلا نضع الثلاجة ثلطة نضع نضع خلطة على النار و نضع الخضرات كما مليح سلطت مليح اختياري لبنة يجب أن تحمر مليح يجب أن تقلل مليح على نار هادية نفرغ الطماطيش نفرغ الطماطيش نضغط مليح نضغط كل مليح يجب أن تلغط مليح نضغط مليح نضغط مليح تغلق عليها لبنة تغلق عليها و تجعلها الطيب في غرضها هذه أخياتي نحن نحن نشاهد في الفيديو كما تعرفون الصيف هذا ما يلاقي لبنة الوجبات الخفيفة الصيفية و الغير المكلفة و المتناول يعني الخضرة رهي ماشاء الله الأسعار رهي معقولة نستفيد منها لبنة و نعمل بها وجبات لأفراد العائلة نضيف لها شوية العراق نضيف لها شوية اضيفة بعض الماء نضيف من حضرة الماء و نضيفه نضيف من حضرة الماء والماء يضيف من حضرة المغرفة و نضيف بضفئة جدا ضرب حبات البيض نضرب قصبر يابس وشوية الملح نضرب قصبر يابس وشوية ملح نخلط البيض نفرغ البيض على تشكتوك نضرب حبات البيض على تشكتوك نضرب قصر نضرب قصر نضرب قصر اكثر من طبق التقديم نضرب قصر نضعها في طبس كما تشاهدون البنت جاءت غنية بالخضر هذه الوجبة الصيفية الخفيفة المقترحة من ذوق ابنة والغنية بالخضر وهي تكتشوكا وهذه كانت صلطة نهار اليوم صلطة بدنجان فور نتمنى أعجبكم خياتي شهية طيبة انتظروني مع وصفة أخرى إن شاء الله عما قريب إلى ذلكم الحين في آمان الله وحفظه مع السلامة